السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم ومتابعين العزة في قناتنا ناني لايف يا رب تكونوا بصحة وصعادة وخير إن شاء الله نارضة في الأوديو ده هنتكلم عن طاقة طوائم الشعلة أتمنى منكم تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل لك جراز لك كله عشان يوصلكوا كل جديد واللي حابب كرات خاصة وستشورات خاصة بسيب رقم الواتساب في تعليق مصبت أسفل فيديو تقدروا تحجزوا من خلاله وموجود باقي القنوات وموجود كل الحسابات وارقام الواتساب في بايو القناة نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي عن نبي في التعليقات ويلا بينا نقول الطاقة طبعا عندنا الأمر الجديد في برج العقرب والبوابة القوية اللي هي واحد حداشر يعني ثلاث وحايد وبعد منها كمان عندنا حداشر حداشر بس خلينا نتكلم مبدئيا عن البوابة الأولى واللي هي ثلاث وحايد البوابة دي هتشجعكم جميل جدا جدا على النظر إلى الداخل وكمان الأمر في برج العقرب هيساعد التوائم على مواجهة المخاوف الخفية والتخلص من الأنماط الأديمة والتخلي عن أي ألم سابق عندكم أو معتقدات مقيدة لكم على الرغم طبعا من أن الاتحاد قد يبدو متأخر لبعض التوائم إلى أن هذه اللحظة بتقدم بداية جديدة بتتطلب الشجاعة والالتزام من توائم الشعلة غالبا ما هتكون الرحلة مليئة بالصعود والهبوط وده هيعكس دورات النمو والانفصال وإعادة اللقاء مرة أخرى خلال الأمر الجديد في برج العرب هتدعونا الطاقة لمواجهة أي مشاعر مدفونة أو جروح ما تمش حلها عايز أقول لكم أن أنتم مهم جدا القيام بهذا العمل الداخلي في خلال البوابة 3 وحايد علشان تتمكنوا من إطلاق كل السلبية وتدخلات كمان الطرف التالت في علاقتكم لأن بالفعل الاقتراب من الاتحاد وشك حدوثه بالفعل هتعد البوابات دي بوابة 3 وحايد 11-11 هتكون عالية الاهتزاز وده طبعا هيدخمها كمان الأمر الجديد من المعروف أن الرقم 3 وحايد بيمثل بدايات الجديدة والصحوة الروحية وده طبعا هتخلي فيه دفعة لتوائم الشعلة إلى الارتفاع فوق الدورات الماضية وإنشاء أساس أقوى لاتصاله وده هيكون الوقت المناسب لأن هيثق التوأم في الرحلة مع العلم أن كل خطوة من خطوات التحرر هتقربهم من اتحادهم في حين أن الطريق للاتحاد قد يبدو بطيء فإن كل خطوة صغيرة بيتم اتخاذها في الوقت ده بتكون مهمة جدا هيذكر هذا الأمر الجديد توائم الشعلة بأن التحول ضروري للحب العميق والدائم وكل دورة بتعدهم للاتحاد اللي هم بالفعل راغبين فيه أيضا هتبدأ مرحلة جديدة هيتم تطهير شكرة الجزر واستقرارها حتى تظهر التأخرات والتحديات المفاجأة للبعض الرحم طبعا بيتطهر وبيتطهر بعمق وبيحدث الآن تطهير كامل ودمج للطاقات الجديدة داخل الرحم بيحدث الآن ممكن يكون ألام زي الإجهاد ممكن تحسوا كده بجرح الطفل الداخلي ولاد الطفل روحي جديد أيضا في الوقت الحالي كتير من توائم الشعلة دلوقتي وبزور النجوم بيبذلوا كسارة جهدهم في توفير المساحة والراحة من أجل تخزين الطاقة اللازمة لهذه البداية الجديدة اللي على وشك الحدوث كما هيلاحظ أفراد التوائم وبزور النجوم الشعور بالخمول والجفاف والإمساك والرغبة الشديدة في تناول الطعام والحساسية الحسية والأرق هيواجه كمان الزكور في الوقت الحالي صعوبات فقيادة خطاتهم وتنفذها شوية كما هيواجهوا بعض الصعوبات في تحقيق التوازن هيخود لتوائم الزكور معركة بين عقولهم وقلوبهم وهيحاولوا بكل ما في وسعهم الحفاظ على الاستقرار أو استعادة التوازن مرة أخرى زي ما سبق وقلت لكم أن دلوقتي الطاقات بتتصاعد وبتصبح الحجاب بين العالم المادي والأبعاد العليا رقيق جدا جدا وده طبعا بتحمل موجات البلازمة زي الطاقة العالية تتردد ورموز الصعود وده هيجلب تنشطات الجسم الضوئي وتنشطات الحمض النووي أيضا وتنقيته في الوقت ده هيتم كمان تنشيط الكندليني بالإضافة لتنشطات وترقيات مراكز الطاقة العجزية والحنجرية واللي هتمتد لبوابة الطاقة 11-11 مع زروة الطاقات دي هتكون ما بتساعدش بس الصعود أجسادنا الضوئية البلورية وترسيخ قالب الأرض الجديد للحب الإلهي بل إنها هتدق أيضا جوانب الظل لدينا طبعا بيحتوي زلنا على مصادر القوة وهدايا الروح ولما بنحتضنه بندمج زلنا وبنجلب من خلال طاقات الرحمة والفهم والتسامح بيتم الكشف عن هدايا الروح القوية لنا أما بقى الأخبار السارة في عالم الروحانيات هيحمل الأمر الجديد أخبار سارة ليكم هيتم حل جميع المشكلات اللي بتواجه أطراف تالتة سواء كانت الأطراف التالتة دي كانت متعلقة بالعلاقات أو المال أو العمل أو الأسرة وبفضل طبعا التحول القوي في الطاقة في الأسبوع اللي مضى أصبحت رموز الدوق الأعلى رسخة الآن مما أدى إلى إزالة هذه العوائق يعني على مدار الأسبوعين القادمين إن شاء الله توقعوا إن بتبدأ هذه التغييرات في الظهور في العالم المادي لأنها بالفعل تمت في العالم الروحاني وده طبعا هيعكس تفاعلك التالي مع توقام شعلتكم سواء من خلال محادثة أو لقاء التحول ده هيكون تحول إيجابي لأن الجهد اللي أنتو بزلتوه في عام عشرين واربعة وعشرين على وشك إن يجلب البرقات الحقيقية والنعيم إلى علاقتكم وهنا طبعا أقصد الناس اللي اشتغلوا على نفسهم متاعبوا جدا في التشافي لأن عايز أقولكم إن بالفعل الذكور الإلهيين اشتغلوا على تطوير نفسهم وركزوا بشكل عميق على اتحاد التوأم مع بعضهم البعض إنه بياخدوا الوقت الكافي للتعلم والنموه في الوقت الحالي وبيبتعدوا عن الأصدقاء والعائلة للعمل من خلال أي طاقة سلبية بتأثر على اتحادهم ساعدته فترة العزلة هذه على التفكير في ذاته الحقيقية وهدفه داخل العلاقة طبعا ده كمان من خلال التأمل والصلاة والدعاء بيسعى للحصول على التوجيه لتعزيز الاتصال وخاصة في المجال الروحي أو في العالم خماسي الأبعاد إنه هو كمان بيحاول التواصل معاكم روحيا وسحبكم إلى مستوى أعلى في رحلتكم المشتركة لذلك هتلاحظوا علامات زي أرقام 11-11 و22-22 وهتبدو كأنها بتأتي من العدم هذه تلميحات إلى إنه بيتوصل معاكم على المستوى الروحي لذا حاولوا تستغلوا اللحظات دي للتواصل معاه في أفكارك أو في تأملاتكم الخاصة الأمر اللي هيساعدكم على المضية كدوم في رحلتكم مع بعضكم البعض بالنسبة للأنوسة الإلهية كمان الأمر الجديد ده هيحمل ليك تسكير مهم جدا باحتضان حب الزيت لأن كونك إن انت في التحاد توقم الشغلة بيعني موجد جميع أجزاء نفسك مما في ذلك المشاعر الصعبة أو الظلال اللي خلقتها ألام الماضي أو الانهيار من الضروري قبول هذه الأجزاء من نفسك لأنها غالبا ما هتكون إنعكاس للتحديات اللي واجهتيها أنت وتوقمك إن اختيار كمان قبول ظلك بيمكن أن يكون تحول ليك من خلال القيام بدا فأنت مش هتشفي ألامك بس بل هتتخلصي أيضا من أي تقاط سلبية بينك وبين توقمك لأن حب نفسك بهذه الطريقة بيساعدك على حب توقم شغلتك دون شروط وده هيخلق مساحة أكثر انفتاح وترحيب لك لكما وبعدكم البعض كمان من خلال قبول نفسك تماما بيمكنك إنك تجتمع مع توقمك في وقام وتتخلي عن الجروح الأديمة أو المخاوف التي ربما خلتك منفاصلة عايزة أقولك كمان إن حتى لو كان الطرف الآخر قد بدأ بالفعل عملية الصحوة فإن دمج زلالك هيرعل من الأسهل عليك لكما التواصل دون حواجز الحب الحقيقي يعني قبول كل ما فيه شخص ما حتى الأجزاء اللي تشكلت من خلال التجارب المؤلمة إن احتضام كل جزء من نفسك بمفذالك زلالك بيعزز الرابطة وبيقربك من الاتحاد السلاسي الأبعاد أعرفك كمان إن ملائكتك ومرشديك الروحانيين فخورين جدا بالتقدم اللي أنت أحرستيه من خلال مسامحة نفسك وتوقم شعلتك على أي صعوبات نجمة عن مواقف خارجية عن إرطة هتكون كمان قدمهادة الطريق ليكي لبركات جديدة إن هذا التحرر من مشكلات السابقة بيسمح دلوقتي لاتحادك بالظهور مما بيجعله أقرب إلى الواقع قريب جدا هتتلاقي تأكيد واضح على هذا الاتصال في العالم المادي وزي ما قلت لكم إن الأمر الجديد هو نوت التحول في رحلة توقم الشعلة وإنه هو وقت التخلي والغفران والانفتاح على البركات اللي أصبحت دلوقتي جاهزة لدخول حياتكم بالفعل لأن بالفعل كرما المال اللي كانت عندكم انتهت من أمس وأنا حتطلوك فيديو قصير على قناة ستار سيدز بيوضح لكم ده إمبارح الصبح التاقة خلال هذا الأسبوع هتشجعكم على الغوص العميق في المجهول سواء كان ذلك يعني الاتصال بعالم الأرواح أو القيام بعمل عميق في اللاوعي أو التعرف على شيء خارق للطبيعة أو مرأبة ما هو خارق للطبيعة فنحن على موعد مع متعة هذا الأسبوع استعدوا لوعي قوي ورؤى ثاقبة مع كشف الظلال وظهور الأسرار وتعزيز مواهبكم الروحية والنفسية حاولوا تخصصوا وقت للتواصل مع مرشدينكم الروحانيين وأسلافكم وأحباكم على الجانب الآخر ولكن استخدموا تميزكم عند التواصل مع أي كائن روحي الهاربين دلوقتي بيفكروا كويس جدا بيفكروا بعناية في اللي هيقولوا لتوائمهم وفي بعض الأحيان هيقوموا بكتابة الرسائل وحسفها وهيبقوا عايزين التأكد من أنهم بيعبروا عن أنفسهم بصدق هيكونوا بيدركوا مدى إيمان حبيبتهم بيهم وعايزين بالفعل إظهار الامتنان لصبرها وتقبلها وغفرانها ليهم وعلى الرغم من توترهم الزكور الآن بشأن التواصل ولكنهم مصممين على التغلب على خوفهم من الرفض الشهر نوفمبر هتدفعهم الطاقة للتواصل بشكل مباشر دون الاعتماد على إشارات من توأمته لأن عايز أقولكم أن فيه هاربين كتير جدا قاموا بالتخلص من العادات والمعتقدات القديمة اللي كانوا بالفعل متورسينها لأن الرحلة أصلا علمتهم كيفية التخلي عن الأنا والعودة لطبعاتهم الحقيقية وأنه هما يعيشوا بمنتهى الصدق هما دلوقتي يدركوا تماما أهمية التواجد مسترشدين بالتصالهم الروحي بدل من تشتيتات العالم الخارجي في الأمر الجديد ده كمان هيشعر التوائم الزكور بأنهم مستعدين لمفاجئة حبيبتهم بمحادثة صدقة بمقابلة وإظهار الحب اللي بيشعروا بيه دايما ولكنهم كانوا بيوجه صعوبة في التعبير كتير من الهاربين كانوا بيعانوا من مشاعر عميقة جدا في الأشهر الأخيرة وبيوجهوا تحديات زي الخيانة وألام القلب الصبقة اللي ظهرت بقوة خلال آخر اكتمال للأمر وخصوف اختبروا كمان على مستوى التجارب القوة العاطفية بالنسبة لهم واختباراتهم اللي اختبروها دي بالفعل ظهرت أيضا مدى تقدم رحلة الشفاء الخاصة بيهم لما هتظهر الجروح القديمة عند المؤنس دلوقتي لابد انها تعترف بيها علشان ما تشعريش بإرهاق علشان تعيشي في سلام وقام كده حاولي ان انت تعترفي بمشاعرك حاولي ان انت تعترفي بجروحك القديمة ما فيش مشاكل وكمان التقاريض مهم جدا هيساعدك على الشفاء في الوقت الحالي كتير طبعا من الاناس بالفعل هما اخدوا طريقهم لنموهم واستقرارهم بعيدا عن الهارب بل بالعكس اشتغلوا على نفسهم وعلى خلق سعادتهم وتحقيق ذاتهم لانهم تعلموا اللي هما ينفصلوا وتعلموا ان هما يعودوا في وحدة ولقوا وحدتهم فيها سلام داخلي بالنسبة لهم وكمان عيتعلموا ان هما يحطوا حدود مدركين ان صبت طاقة في رفاهيتهم امر ضروري اصبح كمان الكثير منهم الان منفتحين على علاقات جديدة تجلب لهم الاستقرار والفرح على المدى الطويل وتستند الى العالم المادي وطبعا دول معظم الاناس اللي كانت توائمهم متزوجين الاطفال الروحانيين دلوقتي بيرشدوا يعني اللي بيسأل على الاطفال الروحانيين هي الارواح المحتملة للاطفال في المستقبل ان شاء الله بيرشدوا المذكر دلوقتي خلال هذه العملية وبيساعدوا في الاستعداد لبدايات جديدة مع توقامته بيشجعوا كمان المرشدين الروحانيين اللي هارب على الاعتذار اولا وتقديم لفتة حب كده لتوقامته بيشعر كمان الاطفال الروحانيين بالحماس بشأن هذا عشان لمش شامله بيلمحه الى ان الهارب قد يشعر بالانجزاب نحو التواصل بيؤكدوا كمان للهارب انه هو حتى لو لم يتمكن من التواجد مع توقامته شخصيا فهو معاها روحيا كان هذا الاتصال في العوالم العليا مصدر للراحة للهارب لانهم سعدوا على فهمه وقبول مشاعره الخاصة لتوقامته بالنسبة الاطفال الروح بيطلبوا الصبر والثقة وبيشاركوا ان الهارب بيخضع لشفاء داخلي عميق وخاصة فيما بيتعلق باخطاء الماضي والتسامح ورغم انه قد لا يظهر ذلك في الابعاد المادية ولكن استيقظ بالفعل على هذه الرحلة وهدفه هو وتوقامته الاتحاد بيتعافى من افعال الماضي ومحتاج انه هو يسامح نفسه من افعاله اللي عملها عموما هو ممكن جدا انه هو يتواصل معاكم في خلال هذا الشهر ان شاء الله شهر نوفمبر لان بالفعل عايزة اقولك على حاجة انفصالك عنه ادي له الوقت والمساحة للتفكير فيك بعمق وادرك تماما انك انت الشخص المناسب له وانه هو اخطأ عندما اسألك في الماضي ولذلك هو بيأمل ان انت تسمحيه على اخطاءه وعايزة اقول للناس والذكور الالهيين انكم متوافقين دلوقتي على نفس الصفحة ففي الوقت الحالي بيحدث شفاء عاطفي مكسف لكم انتم الاتنين وبيتم التعامل مع اي انماط او مواقف او مشاعر ما بتخدمكوش او ما بتخدمش نموكم الشخصي او نموه علاقتكم وبيعمل طبعا التدخل الالهي بنشاط من خلال هذه المجالات وبرشتكم للتخلي عما تم التمسك بيه لفترة طويلة ونتيجة لذلك فانتم اخيرا بتتخلوا عن الاشياء اللي ما بتخدمكوش وبتختبروا شفاء عميق جدا التوجهات دلوقتي اللي بتوصل ليكم انتم الاتنين الا ان انتم تكونوا على ضرية بالاماكن اللي بتشعروا فيها باستنزاف طقتكم الا لو لاحظتم مشاعر الارهاق او التعب من التعامل مع عمل او مواقف او افكار او مشاعر معينة او اشخاص فحان الوقت دلوقتي الكلاكومة لوضع حدود في هذا الصدد مهم جدا المضي قدما دلوقتي اي نعم المضي قدما ببطء ولكن بوعي فمهم جدا ان انتم تمضوا قدما بوعي في حياتكم وافعلكم لان ده هيسمح ليكم بالتقدم بطاقة مستقرة وواقعية بتتحركوا دلوقتي وبتتحرك الطاقة الان بوطيرة ايضا بطيئة لذا بيتم تشجعكم على احتضان ده واتخاذ خطوات ثابتة ومتعمدة بعض الاناس طبعا احنا عارفين ان الطاقة بتنطبق على البعض وليس الكل بعض الاناس بيبدوا انكم بتمروا بصراع داخلي وخاصة فيما بيتعلق بالحياة والعلاقات واتخاذ الاجراءات قد يشعر بعضكم بالصراع والصراع ده فيما بيتعلق بغرادكم لذا من الدروري ان تكونوا لطفاء مع انفسكم وتستمعوا لحدثكم بالنسبة لأولئك الذين بيتخذوا خطوات وبيحققوا النجاح احتفلوا بقى بانتصاراتكم وشاركوا انجازاتكم مع الاخرين لان هذا لن يرفع منطقتكم بس بل هيضيف ايضا استقرار وقوة لرحلة نموكم بالنسبة لبعض الاناس الاخرين فان التوجيه القادم هو المضي قدما برفقه وبتناغم مع التدفق الطبيعي في الوقت الحالي كمان قد يؤدي اتخاذ اجراءات سريعة لتفويد بعض التفاصيل او ارتكاب اخطاء صغيرة فارجوكم ان انتو تلتفتوا لهذه النواطة هذه الفترة بتتطلب منكم الرعاية والاهتمام مما بيشجعكم على الاستماع عن كذب اللي هحتسكم والمضي قدما بوضوح وقصد بتتحرك الطاقة زي ما قلتلكم ببطء لذا اذا كنتم مستعجلين فقد لا تصير الامور بسلاسة كما تريده سكوا في التدفق وهتبدأوا في ملاحظة العلامات والتزامنات اللي بتوجيهكم عندما يحين الوقت للتسريع واتخاذ اجراءات حاسمة يعني لما فيه علامات معينة لما هتشوفوها بالفعل هنا بيتم توجيهكم اللي ان انتو تسرعوا وتبتدوا تاخدوا اجراءات اسرع طيب من ضمن العلامات ايه دي رقم 10 10 3 9 9 9 3 4 5 12 12 21 3 6 وكلامي هنا العلامات اللي هتشوفوها مش اللي شفتوها قبل كده يعني ما بعد البوايط اللي جاية الزكور دلوقتي كتير منهم بيغضع الشفاء عاطفي مكسف على مستوات متعددة شفاء عقلي وجسدي وروحي وعاطفي وعلى مستوى الروح كمان وعلى رغم من التحديات والقلم دلوقتي لانهم مازالوا بيحتفظوا بشعور الامل والايمان انتجاه توأمتهم رغم ان البعض الاخر قد يشعر ان ايمانهم بيتزعزع شوية لكن هيعرفوا ان بمرور الوقت وكل شيء هيكون في مكانه الصحيح وهيشعروا بالاطمئنان وهيعرفوا اخيرا كمان انهم بيبدأوا في استعادة املهم سقطهم ببطء كده كنت خلصت الطاقة شكرا ليكم تحياتي دمتم بسم حبه وسلام وخير ان شاء الله